اشتركوا في القناة اخدام اسلحة غير شائعة او افضل عدد خمسة الغير الشائع اللي هو الاخضر طيب ايش افضل من الاخضر في عندنا الازرق وفي عندنا البنسجي وفي الدهبي وفي الماتيك يعني عندك خمسة انواع من الاخضر وانت طالع مطلوب منك انك تكتل خمسة من الخصوم طيب هذا التحدي تقدر تسويه على الاعداء وتقدر تسويه كمان على البوتات لاحظوا بنحسب معانا لاحظوا الان شو مطلوب منك خمسة تقدر تسويه كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في المرحلة التانية يقولك قم بتصفية الخصوم باستخدام اسلحة نادرة او افضل عدد خمسة النادر اللي هو الازرق طيب ايش افضل من الازرق في عندنا البنسجي وفي عندنا الذهبي وفي عندنا الماتيك يعني عندك اربع انواع مطلوب منك انك تكتل الخصوم هذا كمان المرحلة هذي كمان تقدر تسويها على البوتات شوف لاحظوا شوف ان حسب معانا مطلوب منك خمسة تقدر تسويه تحديه كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب بعد ما هنخلص المرحلة التانية هتتوفر معاك المرحلة التالتة قم بتصفية الخصوم باستخدام اسلحة ملحمية او افضل عدد خمسة الملحم اللي هو البنفسجي طب ايش افضل من البنفسجي في عندنا الذهبي وفي عندنا الماتيك تمام بعد ما هتخلص المرحلة التالتة هتتوفر معاك المرحلة الرابعة يقول لك قم بتصفية الخصوم باستخدام اسلحة اسطورية او افضل الأسطوري اللي هو الدهبي وعندك أفضل من الدهبي إيش هو الماثك وتخلصوا جميع التحديات يعني هذا التحدي جميع المراحل تعتمد على جميع أنواع الأسلحة يعني أول شيء كان معنا اللي هو الغير شائع بعد كده النادر بعد كده الملحمي وآخر شيء الأسطوري لو أنت معاك سلاح أسطوري أو سلاح ماثك تقدر تسوي كل المراحل في جيم واحد طيب إذا أنت تبع أسلحة خرافية وسوي كل المراحل يعني بعض الأشخاص يقول لك أب أسلحة خرافية وسوي كل المراحل في عندك أربع طرق أنك أنت تحصل على أسلحة خرافية الطريقة الأولى عن طريقة الرؤساء تقتل أي رئيس وتاخد منه السلاح الخرافي أو الماثك وسوي التحديات الطريقة الثانية عن طريق هذه الشخصية هذه الشخصية موجودة في بوابة الروع أول شيء تاخد منه مبارزة بعد كده إذا أنت هزمته يعطيك الشوتقين الماثك بعد كده في عندنا الشخصية اللي بعدها اللي هي أوسكار هذا موجود في هذا المكان في الملاعب الراقية هذا كمان تاخد عليه مبارزة إذا أنت هزمته يعطيك شوتقين ماثك الطريقة الأخيرة عن طريقة اللي هو القيتار القيتار إنتوا عارفين أنه خرافي كمان تقدروا تسوي التحدي يعني عندكم أربع طرق إذا أنتوا تيبوا أسلحة خرافية طيب بعد ما هنخلص هذا التحدي هيتوفر معنا تحدي جديد غدا إن شاء الله اللي هو اليوم التاسع إذا كان التحدي صعب هسوي لكم مقطع وإذا كان التحدي سهل هنزل لكم إياه في جميع التواصل كده وصلنا النهائة مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب اكش تو اكش تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله تقابل مقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة